وآخر محطاتنا لليوم مشاهدين رح نروح أيضاً لعالم الفن التشكيلي ضيفنا لليوم متميزة عنده كثير من المواهب والهوايات ضيفنا لليوم برصيده المقالات التوثيقية وأيضاً الفن التشكيلي وأيضاً عنده مجموعة من المعارض الفنية اليوم يا رشا أكيد ضيفنا لليوم الفنان التشكيلي والكاتب يوسف يوسف اليوم يوسف كان في بيرصيده مثل ما أنا كتير من المعارض المعارض الأول وثق حياة الفنانة أسمهاني اللي كان العام الماضي واليوم عم يتم التحضير للمعارض الثاني لكن تحت مسمى سكيتسوفرينيا أو مثل ما منقولها بالعامي الفصام ولكن هذا المعارض بأسلوب طغى عليه الطابع السوريالي اليوم رح نحكي عن هذا المعارض أكثر نحن نحكي عن الفن التشكيلي نحن نحكي عن أسمهان والمعارض وأيضاً الفيلم الوثائقي اللي عم يتم تحضيره حالياً عن وفاة أسمهان هاي المعلومات وغيراً حيخبرنا عنا ضيفنا لليوم وهو الفنان والكاتب والموثق يوسف يوسف يساعد صباحك صباح النور شكراً سهلا فيك يساعد صباحك يساعد صباحك طبعاً بيرصيدك العديد من المواهب اليوم رح نحكي هيك شوي عنا بالبداية تحكي لنا عن حالك قبل ما نفوت نحكي عن المعارض عن المواهب لحضرتك ذكرت أنك عم تدرس حقوق على بواب تخرج وأيضاً كاتب وموثق وأيضاً فن تشكيلي هلا بالبداية كان أول معرض للي كمان من المدرسة السريالية بالـ 2022 بعدين السنة الماضية عملت معرض توثيقي لأرشيف أسمهان ضلت شي تقريباً أربع سنين وشوي عم بجمع الأرشيف كان في أكتر من 300 صورة لإله ومجلات ووسائق وجواز السفر الفرنسي ومذكرات بخط إيده ورسائل وهيك وهلأ عامل فيلم وثائقي عن مقتل أسمهان مدته نصف ساعة اشتغلت عليه ست شهور نصف ربي طلعاً نصف ساعة طلعاً أحبك كثير حتى الأدعم تعمل هذا البحث الجميل عننا أحبك كثير كأنسانة وكفنانة طيب اليوم سنرجع نرى بعض الصور لأسمهان ولمعرضك الماضية ولكن اليوم نحن نشتغل أيضاً على معرض غريب شوي يوسف تنتقل من الحياة الفن والرومانس والروائلة لألف صام يعني خلينا هذول الازدواجية اليوم في بلصة يعني نحكي عن هذا المعرض هلأ المعرض الجاية في عشر لوحات سريالية وتكعيبية أو في لوحة بيزنطية وفي لوحة بتحكي عن مقتل أسمهان أنا اختصرت فيها الفيلم الوسائق اللي عملته بالفن السريالي خلصت تجهيز للمعرض ولا بعد خلصت تسعين بالمئة هلأ والمعرض قريباً إن شاء الله تحت مسمى سكيزوفرينيا ما في موعد محدد للعرض أو للعرض؟ لا مننزل الإعلان قريباً الله يوفقك يا رب تحكينا عن هذا المعرض اللي عم تحضر لأو المعرض القادم شو بيعني لك؟ شو بيميزه عن المعرض المقام كان العام الماضي؟ هلأ هيدا المعرض صر لي تقريباً سنة عم حضر له وأغلب اللوحات اللي فيه أنا يعني أخذت من أفكار وأساطير قديمة يعني فيه مثلاً أسطورة بتقول أنه بإفريقيا من تقريباً لألف سنة كانوا يعتقدوا بأنه الكرة الأرضية هي على ضهر سلحفة بتكون على قوقعة وهيدي القوقعة بتحملة فيها لضخمة فأنا صرت ترجمة هذه الأمور اللي بقراها بالكتب الأديمة والمعتقدات والأساطير صرت ترجمة بلوحات بهذا المعرض فيه كتير أمور اليوم دائماً الرسم أوريشي كمان هي أداة تعبيرية لكل مشاعر الفنان لجسد الواقع على هذه اللوحة اليوم أيضاً حضرتك توثف عندك تجربة بتوثيق المقالات خلح يعني هيئات ترجمة شو أكتر شي تناولت التوثيق يعني يعني اليوم توثيق يعني فكرة كتير صعبة اليوم أنتي عندك بحث تاريخي جداً مهم اليوم توثيقي يعني بدأت تبحث بمراجع لألاف سنين يعني اللي عدت يعني صح متعبة أول شي أنا كنت يعني جمعت أرشيف اسمها خلال أربعة سنين وبعدين من خلال والدتا الأمير علياء المنذر لما كانت تغني مع المطرب السوري اللبناني يوسف تاج هو أول ما نسجل المواويل والتراث السوري على أسطوانات بالـ 1920 تقريباً فكمان فتحت على الجوجل هو كتير لعب دور أساسي بالتراث السوري بهديك الحقبة يعني فما شفت عنه ولا معلومة فمن خلال تواصلي مع ناس من بيت المنذر بلبنان مثلاً رجعت لأرشيف قديم في بعض الأسطوانات موجودة يعني لحد الآن لإلو قدرت إجمع عنه شوية معلومات عملت عنه بحث والنشر بعدة مواقع السنة الماضية لدي نفسك طويل يعني كتير حلو بس أنا حلو الأسرار واحد ومبنى يعني شغوفة كتير حلو عندك عشق مميز للفنانة أرسمهان شغف لك ترسمها هي بالتحديد يمكن كان إلى شي مميز بالنسبة إليك كيف بتشوفها كيف بترسمها شو بتعني لك هلأ أسمهان يعني عرفتها أنا متأخر يعني يمكن في كتير ناس من جيلي ما بيعرفوها تماماً أو يمكن في ناس عرفتها قبلي ما بعرف بس أنا لما سمعت أغنية يا طيور تعلقت كتير بأسمهان وصرت أعرف عنها أنه هي أميرة سورية وفي شي هيك حادثة غامضة حول وفاة أخواتها وكان حدا معا حدا بضاء يعني وأنه عم سلطان باشا الأطراش وأخوة فريد الأطراش وكتير أمور يعني جذبتني لحتى أدرس حياتها أكتر واللي استغربته كتير كتير أنه توفت بعمر ستة وعشرين بعمر كتير صغير فاليوم ذكرى ميلادها المية وستة طيب يوسف ما بتحس أنه اليوم أنت يعني خليني استخدم هذا اللفظ أنك عم تعبت بتفاصيل كتير لازم تكون حذر فيها يعني يعني اليوم مثل ما بيقولوا الغلطة مشكلة عندك هتكون قدي بتحاول تكون دقيق بالبحث على المعلومة بتسأل بتتأكد يعني أحيانا التاريخ نفسه يعني في كتير في المثائقين بتقولك التاريخ يعني في معلومات مزورة نحن ما فينا نستند عليها صح هلأ بالنسبة لأسمهان تحديداً يعني بتعرفي الشي اللي كتير بتحبيه وشغفك بدك تبحسي عنه يعني بشكل أعمق من أي شي تاني فجبت كل الكتب اللي بتحكي عنها صرت قارن بيناتهم ما أخذ المعلومة اللي عم دور عليها إلا من المصدر يلي بيوسق يعني فيه أدلة فبالوسائق اللي عملوا في تسجيلات صوتية واعترافات بقتل أسمهان وقديش أبضوا ومين وراها وكيف وليش هو أول وسائق بيحكي حقائق مية بالمية عن مقتل أسمهان وراح يكون مرجع لكتير عالم من بعدي إذا عملوا هلأ سمعت أنه في عمل عالمي عم ينعمل عن أسمهان قريباً ففيه بهيدا الوسائق صور لا أسمهان مع قادة فرنسا ما منشورة من قبل كمان فيه وسائق صوتية وصور كتير كتير حصرية يعني اليوم هذا الفيلم اللي بدون يشتغلوا عليه ممكن نرجعوا له يوسف يوسف كرمالي أخدوا بعض التوثيقات إن شاء الله ما بعرف إن شاء الله يوسف خلينا نرجع هيك لبداياتك لأول معرض كان لحضرتك كيف كان التحضير لأله إذا بتذكر وأيضا كيف كانت تردد الفعل والآراء هل كانت كلها إيجابية أم كان في بعض المعوقات أو الأشياء السلبية هلأ أنا برسم من طفولتي يعني برسم وأول معرض بصراحة صار صدفة يعني أنا قطعت الرسم فترة طويلة بالأيام المدرسة بعدين بالكورونا رجعت تعرفي على الملل وهيك الوحي صرت أرسم يعني بعدين قررت أعمل أول معرض يعني ما كان ببالي أبدا فجأة طلعت الفكرة ببالي أولا الحمد لله كانت كانت الأصداء يعني حلوة نوعا ما إيجابية يعني الحوالية والعائلة ورفقة وكذا طيب أستاذ يوسف عم شوفك بعد اللقطات التوثيقية لحضرتك والصور اليوم أنا أريد أن أذهب لأشتغل فيلم وثائقي حكينا بموضوع البحث التاريخي والمراجع والحذر بأخذ المعلومة اليوم أنا بحاجة لأدوات كرمال هذا الفيلم ينجح يعني اليوم تعب سنين بجوز الناس ما بتحف أنه ربع ساعة بتاخد سنين حتى تظهر يعني على الشاشة تكون جاهزة اليوم هل تمتلك حضرتك الأدوات بالتصوير بالإضاءة أو اليوم عم تستعين بحدا الفيلم الوثائقي أنا يعني كان أغلب صور لإسمها وآخذ من أفلام قديمة كتير 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 وفيديوهات لما كانوا الفرنسيين أول ما وصلوا على سوريا كان في فيديوهات قديمة فأنا استعنت فيها وعملت هذا الوثائقي يعني ما فيه تصوير خاص ما حاولت تطلع تصور خارجي أماكن ممكن كانت تتواجدت فيها الأماكن اللي كانت تتواجدت فيها فيه إلى فيديوهات موجودة قديمة يعني ما كان فيه أسدي مجهود شخصي من حضرتك أنه تطلع وتصور أنت اليوم كانت واليوم هيك صارت يعني لا بالنسبة لنص الفيلم الوثائقي أنا عملته كمان هو بصوتي والمونتاج أنا عملته بس الفيديوهات اللي أستعنت فيها من قوالب جاهزة بس حلو اليوم تحط ما بين الحاضر والماضي قصص يعني ننتظرك بهاي القصة يعني بأثرة أخرى إن شاء الله الأسبوع الجاية بيكون على صفحة عشاق أسمهان بسوريا وفيه مواقع إن شاء الله كمان راح تنزلوا وأنا صاحب صفحة عشاق أسمهان في سوريا صارت تقريبا فيها ألف شخص حلو عملتها السنة الماضية فيها كل شي حصري عن أسمهان تسجيلات كمان نادرة كتير صور لأول مرة بتنشر فعلا وأنا كمان هلأ فيه هلأ إن شاء الله بينعرض على الشاشة إنه جبت وسيقة بتثبت تعزية أم كلسوم وليلة مراد وعبدالوهاب باسمهان كمان فيه صور معنا إن شاء الله لأ نشوفها طب شخص لعندك يوسف دي شغفك حلو يعني يعني أنا هيك بحب كتير 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 أو ما بحب أبدا من خلال تجاربك والتوثيق والرسم والأفلام الوثائقية والكتابة قديش مهم التوثيق اليوم بالذاكرة قديش إلى أهمية بالترسيخ بالذاكرة وخصوصاً هاي الأجيال يعني شاب مثل حضرتك يمكن اليوم عم نشوف الشباب وحتى الأصغر منك أو حتى الأكبر منك عم يروحوا وراء الأغاني اللي عم نسمعها الأغاني اللي عم تنطلق أو الفنانين اللي اجداد ما في بتلاقي إلال اللي عم يدوروا على الشيء الأديم أو على التوثيق الأديم هلأ هو أنا بسمع كل شيء كل شيء كل شيء يعني غربي وعربي وأديم وجديد بس أسمعان وفريد وصباح وفيروز وميادة ونجوة يعني بحب الأديم نوعاً ما مين كان نسمعوا البيت هيك في حدا كان بالبيت عندك هيك لا لا أنا الوحيد بالعائلة اللي بحب أسمعان أنا وإخواتي بس حلو بس اليوم عم تللي أنه في ألف شخص ضمن الصفحة إن شاء الله بزيدوا إن شاء الله بزيدوا كتير لسه بس اليوم شو حسيت يوسف أنه اليوم من الأشخاص المتابعين هل هنون من فئة الشباب أو لا من الفئة العمرية اللي عن جد هي من عشاق أسمعان ورجعت حابة تستذكر مع يوسف أسمعان هلأ بالنسبة للصفحة في كتير ناس من جيلي تقريباً وفي كتير أشخاص كبار بالعمر صحفيين مصريين وهايك متابعين الصفحة في كمان الممثل سولافة واخرجي كتير بتدعم الصفحة هي كانت البطلة طبعاً هي كتير بتحب بلأ أسمعان ومن شي شهرين تقريباً أو أكتر بشوي كان في زكرة وفاة أسمعان ففي كتير نجوم كمان شاركونا على هذه الصفحة حصرياً فيديوهات مثل فرح يوسف ووليد توفيق وصحفي جمال فياض وعامر فؤاد عامر يعني عدد كبير كمان هذا وقت أكيد يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتوفيق لأيك يوسف نتشكر حضورك اليوم الله يسلمك شكراً بانتظار موادك القادم والإعلان على صفحتك أنا سألتك إيمة المعارض إنتهي حيتم الإعلان على الصفحة إن شاء الله هيك منكون من الحضور منتمنى لك توفيق بحضور آخر هيك منتمنى نحضر الفيلم من المثائق اللي عم تجهزوا إن شاء الله أهلا وسهلاً فيك أكيد بدنا نتشكرك ونتشكر حضورك معنا ونتمنى لك التوفيق وهذا الشغف الدائم اللي دائماً بيخدم كل شخص اليوم الشغف المستمر لأيك أكيد رح يكون لأيك مكان أكتر وتحقق كل شيء بتتمنى يا رب شكراً شكراً